لم تتوقف تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت عند حد التقييم لنتائج الانتخابات إنما وصلت حد التحذير من غضب مكبوت في الشارع العراقي نتيجة ما يجري من اعتراض لكتل عراقية تمتلك أغلبها أدروعا مسلحة كما وصفتها بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي الإحاطة التي تحدثت بها الممثلة الأممية حملت عنوان الإنجاز العراقي المهم للانتخابات وولادة مرحلة ديمقراطية لم تدخل بها الفوضى التفصيل الواضح الذي تضمنه حديث بلاسخارت أكدت من خلاله نزهة القضاء العراقي الذي لم يجد تزويرا في عملية الاقتراح لكنها أوعزت إلى أن حقيقة الاعتراض تتمثل بصدمة لبعض الأحزاب التي لم تتوقع النتائج بهذه الصورة ما جعلها تتحدث بوضوح وجرأ حول محاولات ترهيب لاستخدام أطراف ككبش فداء هذا الحديث على وجه التحديد يقرأ بلغة حذرة لما تحمله الأيام المقبلة في حال التعنت الذي يمكن أن تتخذه جهة وأطراف محسوبة على المعترضين أو من يحاولون إفشال العملية التي تقترب من الإعلان النهائي لنتائجها الرسمية زعيم الكتلة الأكبر مقتدى الصدر وقف على التصريحات برد مباشر ودعوة المحكمة الاتحادية للعمل بجد وحيادية للتعامل مع الطعون بمهنية دون ضغوط سياسية كتلك التي تحدثت عنها بلاس خارت وجاء الرد مؤيدا لتصريحات الأممية كفرصة أخيرة لمراجعة النفس عند طيف المعترضين والمشككين في نزهة العملية الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة